مرة تانية أهلا بحضراتكو لسه معاكو في طريق الثالث واسمحولي يا راح حفظي في وضيف حضراتكو النهاردة الدكتور المندوه الحسيني الخبير التعليمي ووكيل لجنة التعليم السابق بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مدرسة الحسام الدولية والمستقبل أهلا بيك دكتور مندوه أهلا بيك يا عيشة وكل السنوات الطيبين وأهلا بالقناة ومشاهدين أهل عظم ومسانة الطيبين وطبعا أنا شايفك النهاردة عامل رمزية عالم مصر طبعا من خلال الكرفات والبادلة دي لها رمزية وأنت لك حاجات كده رموز ما بيعرفش فكها غير اللي فاهمها غير اللي فاهمني الزب في كده يا أهلا بيك مرة تانية دكتور أهلا بحضرتك وأهلا بالسنوات المشاهدين مش عارف حضرك تتفق معاكو تختلف أن قاطرة التنمية هو التعليم؟ أكيد لا يوجد دولة نهضت بدون تطوير التعليم؟ إطلاقا إطلاقا إذن التعليم بالنسبة لنا من الأهمية بمكانها ليس رفاهية بل هو من الأهمية بمكانها لا ده هو الأساس في إن شاء الله نقلة هذا البلد العظيم إلى المرحلة الأعلى والأعلى والنهوض بالركب العالمي وتطوره السريع في الحقيقة نبارح وإحنا مع السيادة الوزير بكتور طرق شاوي وزير التعليم حضرك عرض يعني عرض كان نال أعجاب الجميع طبعا بما فيهم الوزير وكل اللي موجودين من صحفيين وألمين وخبراء في التعليم مش عارف هل التجربة لحدك أردتها هي تجربة تتماشى مع الحالة المصرية؟ ولا محتاجة تطوير علشان تتماشى مع الحالة المصرية؟ وهل تم يعني لها سابق تطبيق على أرض الواقع؟ هو ما نتجلب بسرحة إن التجربة اللي إحنا خدناها ليست يعني جديدة على المجتمع وإنما هي خلاصة تجارب يمكننا عرضت مبارح عملنا زيرات طبعا بحكم كان مكاني في المرلمان لجل التعليم أنا زورت يعني معظم دول العالم وأنا أثناء ما كنت موجود بالإضافة وحتى الآن حينما أذهب أو أسافر أي دولة لازم أروح مدرسة أزور مدرسة يعني رغبة في اكتشاف ما هو جديد دي نمر واحد اللي حصل ده وعرضناه مبارح عبارة عن التركيز على تنمية مهنية للإدارة المدرسية والمعلم المعلم المصري عبقري عبقري المعلم المصري في حاجة إلى علاقات إنسانية اجتماعية في حاجة إلى حصول على وضعه الاجتماعي واستقراره الاجتماعي في حاجة إلى تقدير المجتمع له يعني أنا شايف النهار ده العالم كله بيحط المعلم ده في خانة أو في مرتبة يعني مش عاوز أقول الأنبياء والرسل أخبالك وفي مصر وشار قال عليكم المعلم وفي تبديله كاد المعلم وأن يكون رسوله لكن أنا مش شايف كده في مصر أتمنى أن نضع المعلم في مكانه الصحيح أنا أتمنى أن ينال المعلم اهتمام المجتمع به جمعين في حاجة المجتمع أتمنى أن ينال المعلم التنمية المطلوبة التي تؤهله لأن يكون ما لمكانه يمتلك علاقات اجتماعية إنسانية مع الإدارة ومع الزملاء وخاصة مع المتعلمين لو وجد هذا المعلم مكانته ولو وجد هذا المعلم البيئة الصحية المناسبة لو وجد تقديره من المجتمع أعتقد هيبقى التعليم وشكل التعليم يعني شكل تاني خالص غير اللي موجود فما حرس بالأمس هو خلاصة الوضع اللي بنتكلم عليه اهتمت بالمعلم في التنمية المهنية خصصت كل سنة شهرين يوليو أوصص للتنمية المهنية مش بس كده ده احنا عندنا تنمية مهنية كل يوم خميس لمدة ساعة تنمية مهنية للمعلم وتطوير أداءه وتطوير دوره والاهتمام بدوره والاهتمام بثقافته كيف تزيده من المعرفة والعلوم حتى يصل إلى هذا المستوى ولذلك المنعظم بريح حضرتك ان نتيجة ذا او نتيجة ما حدث من تنمية مهنية ونتيجة ما حدث من اهتمام بالمعلم وتقديرا لدوره في العملية التعليمية ظهر أداءه داخل حجرة الدراسة ظهر احتضانه للمتعلم وهو ده بقى الهدف اللي أنا عايز أصله بالضبط بالضبط ظهر كل هذه المهارات والسمات في أداءه داخل حجرات الدراسة بل وخارج حجرات الدراسة يعني يمكن حضرتك ما شفتش قدي المعلم كان سعيد وهو بيقنس المدرسة ونظفها بايه فندم؟ بيقنس المدرسة ونظفها هنعرض حالا دروقتي البرزمتيشن أول ما يجهز يا شباب سعيد وبيجي بادري ربما فيه تنافس من يحضر الأول في الصباح سواء من الطلاب أو الزمل المعلمين لأن المعلمين شافوا قدارة تفهم يعني قدارة مدرسية شافوا قدارة برقت بنفسيها تنظف المدرسة يعني أنا يعني كان حالك شفت أو هتشوف دوقتي أنا برقت بنفسي مع دارة المدرسة بالكامل وبالتالي المعلم كان شواق جدا 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 وبيتنافس أنه هو المسؤول النهاردة عن الضافة ولا يحرج أنه يلبس التشيرت كلا مكتوب عليه ابدأ بنفسك نظف مدرستك والطلاب يتنافسهم أنا عاوز أروح بقدر يا بابا ويا ماما على الشيء أنا النهاردة عاوز أنظف المدرسة أنا عاوز أنظف فصلي أنا عاوز أنا عايز اللي حضرتك بتقوله ده هو برضو أحد أركان العملات التعليمية في ما يسمى بتجربة المدارس اليابانية حينما كان رئيس في زيارة لليابان وبص على أحد المدارس أو أحد المدارس فعجبته التجربة بشكل عام يعني ولكن الشيء بشيء يذكر زي ما حدث بتذكر كده تنضيف المدارس كاما ضمن الحاجات اللي تتميز بها المدارس اليابانية هو اللي هو الإدارة الذاتية هل ده لوق لقب ده؟ هو طبعا أنا من الحمد لله من سفرياتي والطلاع على الأنظمة التعليمية العالمية يعني تكلمت كتير مع زملائي في المدارس عندي وتكلمت كتير مع أبناؤنا الطلبة والطالبات احنا مش أقل من أي طفل في العالم مش أقل انتماء وطنية من أي طفل وطن في العالم احنا عاوزين نكون نموذة ده أنا لا يعني لا أغفى على حضرتك وصلت أن البيت النهاردة الطفل لازم هو اللي يرتب قطه هو اللي ينظف حجرته الطفل لازم يكون عنده في الحجرة بسكت للقمامة والفضلات الطفل النهاردة أنا أرسلت ناس إلى البيوت عشان أسأل واشوف عيني الطفل النهاردة حجرته فين ومن اللي نظفها أليه الرد عند الأم والأب سريع جدا وسعيد جدا ده هو ابننا حرس جدا أنه اللي يقوم ينظف قطة وراتبها قبل أن يزعب المدرسة طب سؤال طربوي يا دكتور مندوه هو لو لو قاررنا بين استجابة الطفل الأسرع والأقوى والأرسخ بتكون لتوجيهات البيت ولا توجيهات المدرسة 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 طيب يعني بدليل طب أن بعض الأباء النهاردة والأمهات بيتصلوا بالمدارسات والمدارسين لو سمحتوا اقنعوهم أن يخرجوا معنا الوقت في مكان فلاني اقنعوهم أن يأكلوا كذا وكذا 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 رفضين اقنعوهم أن ما يأكلوش في الأكل الجاهز اللي برة بتعبهم بتجد الرد سريع يلا يا حمادة يلا يا شوشو يلا مش عارف مين اسمع كلام مامي اسمع كلام بابي لا ناكل الحاجة الصحية هنشوف دلوقتي حالا العرض اللي حضراتك كنت بتعرضه مبارح وهيكون معنا حالا دلوقتي على الشاشة عشان برضو نستفيد من هذا العرض ياريت نبدأ بالموضوع من أول وخالص يعني دي مجموعة محاضرات بنقوم بيها شهريا سنويا في شهرين يوليو وأغسطس وكل يوم خميس حوار من مين وتدريب من مين أستاذ الجامعات خبراء تعليم أجانب من بر أجانب دوليين يعني معتمدين دوليين محاضرين معتمدين دوليين لدكتور يوسر الجمل ولذلك اللي فات ده دكتور يوسر الجمل تقريبا تقريبا وهو يعني وده أستاذ تاني من الجامعة محاضر دولي وأنا شايف السعادة اللي على أوجه المتدربين أخي بالله حضرتك معي وحوار حوار من مدرب لمتدربين حوار يعني جميل نقل خبرات فيه ابتسامة فيه فيه اللي بيحصل بقى ده كله من هذه المحاضرات واللقاءات بنطبقه من خلال ورش عمل ومن خلال تنفيذ في حجرات الدراس يعني هتلاقي بعد كده يعقب هذه اللقاءات ده محاضر بيحكي كيف أتعامل معه في المحاضرة محاضرات في ايه فكافة مجالات التعليم آه ما ده استجابة كمان اللي كان بيحاضرهم بالزبط وتفاعلهم معاه بالزبط فيه تقييم في نهاية كل اللقاء ده كان بيتدرب وده مدرس ووكيل في المدرسة فبيحكي قد ايه التدريب أفاده قد ايه بدأ النهاردة ملم بكافة قواعد العملية التعليمية والتربوية بيحكي وهو في منتهى السعادة كانوا بيجوا حضرتك المؤسسة عندي عندي يوم مستادة من الساعة ستة صبح من الساعة ستة صبح شوف بقى ده المدرس شوفينا الاندماج شوفينا الإسارات والمسارات التحفزية اللي مع الطلاب هي الوقتي بتقول لهم انا ايه يعني انا هسأل سؤال ومحدش يجاوب الا ماسأل السؤال واللي هسأل السؤال بس كلكم تعدوا أسئلة قدامي بدأ الطالب كلهم يعدوا أسئلة وهم هنا بيولدوا أسئلة بيعلموا الطالب زائد أسئلة بترمي الكورة على هجاوب على هجاوب هو كان معاها سؤال هو كمان معاها سؤال هيبدأ يسأل زميله بس قبل ما يسألهم برضو هو مسح الكورة ويعمل مسح بصري لكل الأولاد ويبدأ دي حصة تانية اللي هو التعلم باللعب التعلم باللعب ونفسه بين طفل وطفلة ولو الصوت ظاهر هتلاقي الطفل بيشجعوه زميله والطفلة بيشجعوها زميلها واضح في الصورة الروح التدريبات اللي عملناها كان لها أثر كبير جدا 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 في دور وأداء المعلم داخل حجرات الدراسة دي معلمة تانية مثلا بتعمل التعلم بلعب الأدوار ومصرحة الدور هنا بقى المعلمة يعني شوف وقفة تستمع بتركيز واهتمام للطالب تانية عملت دورة هوت عشان زميلهم وتلاحظ بقى لو الصورة واضحة شوف المدارسة بتعمل ايه بتشجعهم وتسقفعهم دي بقى سر السعادة شهادة الصلاحية؟ لا دي دعوة ليا لزيارة جائزة حمدان بن راشد المكتوم في الإمارات العربية دعوة جايلي أنا وإدارة مدارسي جمعت التلاتين قيادة من إدارة المدارس وانت روحت الدعوة دي لبيت الدعوة دي تقريبا لبيت الدعوة وليبقى هناك من زور المدارس وإستما استفدت منهم استفدوا مني دي شهادات تقدير سلموا هلنا في بعض المدارس الدولية طبعا ظننا هناك أكتر من 17 مدرسة لإن الزيارة استمرت أكتر من 15 يوم وانتهت بلقاء اجتماع مجالس قدارتنا مع الجائزة حمدان بن راشد المكتوم وبدأنا نمتها فعلا دي بقى عملت مسابقة مسابقة للمعلمين عندي على 100 ألف جنيه لينفذ مهارات التدريس الفعال فدي ده كل درسات عولي عن شمس وده السيد نقيب المعلمين بنسلم الجوائز للمعلمين اللي فازوا بالمسابقة دي ملتقطة أرباو بعمله كل سنة كل سنة يعني هذا العام هو العام الرابع بقدم فيه كل حاجات دي شوف هنا منظر ده جميل الطفل خارج من الفصل بتاعه ولابس الأي دي مسموح يروح لك فيه شوف هنا أنا بسلم على الطلبة بسلم عليهم وانت الصبح ده الصبح ودخلون الأدوار بسلم عليهم وهكذا من كل عناصر الإدارة شوف بقى النهار ده أيوة حاتة النظافة الذاتية النظافة بقى وده معلم مع طلبة والمدرسين وطلبة والبنات وهم منظفوا المدرسة ومنظفهم مجلس النظافة هو بقى وانت معاهم كله وانا متصور مع مدرت المدرسة والأستاذ الوكالاء والزمراء المواجهين برضو ده بقى رأي طالب في النظافة بللوم أنا باجي بدري عشان ألحق التشيرت بتاعي ألبسه عشان أنظف المكان اللي أنا قاعد فيه وأنا ده أثر فيه في البيت بتاعي على أساس أني بلقت نظف قطي بس بعد ذلك يا كابتن عشان أشوف بس الصورة آه علاء بعد إذنك بس شوية آه عشان أشوف الصورة وهتلينا الراجع بقى كده شوية بعد إذنك وكده شمال شوية ده طالب تاني آه بيتعلم يعني بيتكلم هو أنا بيستشيرت النظافة على فكرة آه واضح آه وبعدين ده طابور الصباح ده طابور الصباح آه كيف يتم تحية العالم آه كيف يتم القاء النشيد الوطني شوف العناصر هنا عندك يعني الانتماء قوي آه ده الولاد كمان بتعمل رياضة صباحية طبعا أثناء اللاين الطابور فهنا شوف الطالب يطلعوا السلالم وينزلهم من غير مدابلس لا 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 أنا خدت بالي كمان السلالم عندك أنت عامل اتجاهين أيوة بربع عليك اتجاه صعود وينزول ولونين آه يعني ارتزم الجانب الايمن آه وان لاين صب واحد طالع أو نازل فهتلاقي المنظومة ماشية بالطريقة جانبا من هيدي الحاجات فقا اللي يعني يعني حبيبة معالي الوزير دكتور طالد شاوي على التجربة وقال طب ما هيدي يعني امبرح أنا فخور بكلمة أنا بكلمة مطمئنة على أولادي في الطلبة المصريين بعد اللي شفته بذبت دكتور طالد شاوي أسنع على العرض التحضات جدا 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 وقال إحنا عايزين نعامل ده يعني وإحنا كده مطمئنين آه لأنا بقول عليها وقال صعود ونزول آه صعود آه اتنين ما قاملين بعض لكن لا يستطيع مع بعض آه صحيح كل الشي يطالع شوف طالع براما عنيك أنا لقى أطها كده لقى أطها آه السحم ببايد آه التزم هنا بقى الأنشطة الرياضية لازم تغلف كل هذا آه السباحة في المدرسة آه لا ماشاء الله معارضهم كويسة بطولات برضو في السباحة بطولات في كرة القدم آه بطولات في التمثيل والأداء الفني هدأ عندك البنات بلعبوا كرة طايرة آه يعني العرض دي المكتبة دي المكتبة آه دي مكتبة المدرسة آه وطبعا آه لها كل التقدير عندنا هنا بقى بعض الحصص آه في مساجد آه دي العمل الموسيقي آه الفني آه للأولاد آه آه ده حجرة التربية الفنية آه وهناك ربط بين التربية الفنية آه والمواد التي تدرس يعني بيأخذ حص عربي آه نفس الموضوع بيدرس في التربية الفنية آه نفس الموضوع بيدرس في آه ده أنا أخذ الموضوع من كل الجوانب آه المادة العلمية والشق الفني زي ما قال معاني الوزير دي المواد المتكاملة هنا بقى طبعا بيوريك الدور بتاع المدرسة بتاع رياض أطفال وده مع اعتبر زي منطقة معزولة منطقة معزولة عشان ده في المدرسات بيعودوا على الأرض وياخد أولاد في أحضارهم وده نشاط مصراحي وده نشاط دي أغنية بقى لو تتزاع الوقتي فيها صوت فيها صوت ماشي نسمى الصوت ماشي المتكاملة كان لازم التعلم يكون حجر الأساء ويكون المد السلاح لولدنا وبناء علشان بلدنا وعزها ورفعت ريتها نبنى اقتصادي يغنين عن كل اللي فاتنا كان لازم التعلم يكون حضر الأساء ويكون المد السلاح لولدنا وبناتنا وانزومة التعلم لبعضهم هالجديد ويكون تزيل وقربت لنا البعيد نحتاجة منا كل عقل ويجري إيه علشان تكون المعرفة أسلوب حياتنا خرجها لازم يبقى على رب التقدم مبدع مفكر مستمر في التعلم قائد إيجابي ومبدأه بالعلم حقيقة دكتور مندوه يعني عايز أهاني حضارك على هذا العرض ويمكن معي الوزير بالأمس قاسنا طبعا على هذا العرض وقال جملة لفت نظر الجميع أنه أنا كده متطمن على أولادنا قال الحمد لله أسعدتني هذه الجملة جدا قال بعد اللي شبت له أنا متطمن على أولادنا وحينما تحدث تحدثنا مع بعض الرجل بكل احترام وأخلاق قال لي إن شاء الله هنقعد مع بعض أنا عندي سفر كم يوم وهنقعد مع بعض بربيع رجل إن شاء الله اقتناعوا بالجهد الناس بإن القيارة دي بتقدر الجهد المبزول فالنهاردة يعني قاعد مع المندو الحسين أعود معاه بشوف التجربة وقد ده أنا قلت في المقدمة إن إحنا موضوع تطوري التعليم مش هيكون حكرة على حد بعينه ولكن ده مواجب على الكل اللي عنده فكر تطويري وتنويري إن هو يتقدم به ويبتدي إن هو يعرضه يمكن أنا ده يعني شئ بشئ أذكر لازم نشكر سيادة الوزير والدكتور محمد عمر النائب الوزير بالأمس على مجاح هذا المؤتمر وعلى مجاح يعني ورش العمل اللي مبسقت عن هذا المؤتمر بالأمس بشكرهم طبعا على الدعوة الكريمة طبعا لينا كطريق ثالث وليه بشكل شخصي كهاني الدباني وطبعا بشكرهم على وجود دكتور مندو الحسيني فعلا أمبارع أثر المؤتمر وأثر الحوار وأثر اللقاء طيب دكتور يعني خلينا أقول حضرتك طب ما أنا ممكن كمدرس أنا أجي من بيتي ما أنا عارف الكلام دا دكتور مندوه ما أنا هعمله النتيجة هتكون هي هي لو أنا جيت كده بنانتقاء نفسي ولا لازم أتدرب على دا شوف حضرتك بعد المؤتمر من برحوى المنطقة كان فيه ورش عملي فأنا عميد كلية دراسات عميد كلية تربية التقريبة الإسمائلية أو أستاذة أو حاجة بتقول يعني إزاي نعالج المواقف دي ونعالج الخريج قلت عن تو السبب قلت لي ليه السبب تلا يا فانتب أنتو بتختاروا أي حد داخلوا كلية تربية العالم كله تقدم زي في التعليم كان بياخدهم أفضل خمسة في المية من الأوائل من خارجين السنوية العامة أو التعليم السنوي وبعدين يفلتروهم اختبار قدرات كل اللي يجيب مجموع كبير يبقى هوي أنطق كوي أنطق صح صحية يتكلم صح قوامه رشقته صحيته كل دي عوامل يجب أن توضع في الاعتبار عند دخول كليات التربية منفعش اللي يجينا أخده كده ومنفعش قبل عشر إذا كنت عاوزا من التعليم وعيد بناء وعيد بناء وفق معايير مظبوطة لا يا فاندم لابد أن تشكل اللي جانيك في كليات التربية أو كليات الدراسات العليا للتربية ونعرف أن الدكتورة عمل سودان بتطبق ده بتطبق لابد يتعامل للمتقدم اختبار قدرات اختبار من خلال لجنة موسعة وبعدين خرجت اخترت القوام اخترت الصحة اخترت سليم النطق اخترت سليم التعبير اخترت الكارزمة والثقافة المثقف لديه المعرفة والمعارف المتعددة لأن فقد الشيء لا يعطيه فقد الشيء لا يعطيه خرجت بق ما أقفش عندك كده أطوره لازم لازم وأنا قلت ده مقترح مبارح يا حضرات معلش اسمحوا لي ما ينفعش أرأي مدرس نتيجة ترقيات في التربية والتعليم مواجهين واخلاف واخلاف لا أنا أرجو أن تشكر أنها كان إيجان لذلك في كليات التربية أو الضواصلات العليا التربية ويا جماعة اختروا لنا من هنا عشر مواجهين أودوا الدرجات أودوا الدرجات بالضبط ونخلقها على الدرجات ولا بد أن أشرك وري الأمر في اختيار المعلم المناسب للتعقية أيوة انت حجت على حتة مهمة جدا قبل بدخل فيها بس كان فيه تويتا كده لواحد اسمه هاني الدباني بيقول أقم المعلم وبوست برضو على الفيسبوك أقم المعلم تقيم الوطن الضبط كانت فلسفتي في هذا الطرح ممكن لو حامد يدور عليها على الفيسبوك عمل سيرش كده في صفحتي ممكن نلاقيهانا دلوقتي تاريخي قديم شوي لأن بالمعلم أنا هطلع الدكتور المحترم هطلع القاضي الشريف هطلع الصحفي النازيه هطلع المهندس اللي يبني لي عمارات ما تقعش هطلع الجلوجي اللي يطلع لي البترول والمية ويمت قابلي بضمير أنا هطلع شعب طيب الأعراقي بالمعلم تتطفق أم تختالب دكتور ماندوها؟ أتطفق بحضرت مية في المية أنا أتمنى من اليوم وأطلب مع الوزير أن يكون هناك ملف إنجاز للمعلم خلال كل خمس سنوات أو ثلاث سنوات ملف إنجاز له سنوي وملف الإنجاز السنوي ده يشترك فيه أوليه الأمور بالدرجة الأولى والطلبة والطلبة مع معنى أولي الأمر الأسرة كلها إبداء الرأي لأن ولي الأمر مش يعرف من هو المدرس ده إلا من خلال ابنه بالزبط بالزبط ثم أنا خمسين في المية أخاصة التربية بتعليم خمسين في المية الأخرى من خلال كليات التربية أن تكون عندها لجان مخصصة لهذا الموضوع يبقى إذا المعلم هيحاول سنويا هيحاول سنويا إن يتقدم 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 صحيح ثم لابد ألزمه بعرض ساعات تدريب سنوي آه عدد ساعات تدريب لو عارف المعلم أن التدريب السنوي والتمانية السنوية دي هتأثر في ترقيته وفي صعوده وفي طريل إنجازه وهيحضر وبحب وبشغب صحيح وعندنا بنك المعرفة ده المصري كنز اللي أنشاء دكتور طارق طبعا طبعا بدون شك كنز لو كل المعلمين فتحوه وطلوا عليه في مواد تخصصهم لأصبحوا علماء علماء فهنا بقول حشان النهار ده قد أنت لكتراه ده مبارح لازم يكون هناك ملف إنجاز ولازم يكون هناك في النهاية تقييم خمسين في المية غير خمسين ما دي من كليات دراسة أو التربية أو من كليات التربية من خلال لجان ومتخصصي علمية لجان علمية لجان علمية طربوية علمية طبعا هنا هنا دور وليه الأمر أو علاقة وليه الأمر بالمعلم أحيانا 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 بنرى وطبعا إحنا مش معلات تماما بنرى خلاف في وجهة النظر بين أولياء الأمور وبين بعض المدرسين وهي تكاد تكون ظواهر ليست بالكبيرة ولكن هي واضحة يعني موجودة أنا زيبنا أقرب الفجوة دي ونقلل هذا الجاب ما بين أولياء الأمور وما بين المعلمين من أين نبدأ دكتور مندور؟ بالإعلام 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 وإدارة المدرسة أنت بترمي الكرة في ملعابنا يعني إذا الإعلام وإدارة المدرسة هو أقر المعلم والمجتمع انتهت القضية لا أو توقير المعلم أنا بعتبره من الواجب بمكان خمسين في المية لا يؤقر المعلم ده يجب درسة يقولك أنا بديك المرتب بتاعك لا طبعا وأنا عندي زيك عشرة وأنت تعتبر أنت شغلت تحت أمري يا جماعة لا طبعا غير مقبول طبعا في خمسة مئة مستقفين وعارفين صحيح فأنا بوجه الإعلام لقيمة وقامة المعلم حينما أرى منه إجابية طب الله أنا أشيء بالشيء يذكر واسمح لي هذكر حاجة كده لحد يعني والله كنت قاعد معاه رجل بسيط لا 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 ده حالة والله على ذكر حضرتك فبقول له إنت اللي زيك ليه متعلمش فحكى لي واقع قال لي والدي وأنا صغير كان المدرس لما يعقبني إن أنا ما بعملش الواجب بتاعي اللي هومورك والدي يجي زع للمدرس فالمدرس قال له خلاص ابنك أنت حر فيه عمل واجب عمل ما عملش ما عملش كانت النتيجة إنه انصرف عن التعليم هنا الشيء بشيء يذكر إنما لما أوقر المعلم رد فعل ده أو نتاج ده هيكون إيجابي على إبني ديرت سالة ممكن نوصلها طالما أنت حاج بتقولي الإعلام طبعاً فإحنا عايزين فعلاً نمارس دورنا وده إحنا دايماً على فكرة الطريق التالت متبني هذا الواجب النظر أنا برجو الإعلام يعطي المعلم حقه شوية المعلم ده يا جماعة بيتعب جداً مش قادر استوعبهم ولا أمتلك مهارات الاستعاب ولا تقدير المجتمع وكل واحد يوم له قدراته خاصة ثقافة خاصة وقدرات خاصة ومبيئات مختلفة والكلام ده كله فأنا النهاردة الإعلام في حين إن هو نفس الطفل ده أو الطالب ده لو زويتها شوية مع والده في البيت هيتنرفز عليه وتحصوا عليه يتحصوا عليه أوي 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 بس برضو برجو المعلم أن يحترم قدمية الطفل ضبط النفس أن يحترم طبعاً ضبط النفس قيمة الطفل المعلم الكفء القدير حيلين كل الطلاب ويحبيبهم فيه مبقاش عندي لا طفل لمشاغب ولا غير مشاغب لأن أنا دوري كمعلم أغير السلوك متعلم وتعلمين يبقى دي عاوزة كل معلم يجب أن يكون أخصائي نفسي يعني مش بس كفان المجال الأكاديمي المادة العلمية لا ده الأخصائي نفسي قدرات خاصة في التعامل فن التعامل هي دي بقى كده دور تاني يالي تتم بيه الدولة وده الكاريزمة الحاجة بتكلم عنها ما هي بقى ما هي بقى احنا هنا هنرجع لنقطة البداية من الاختيار من الاختيار من الاختيار لو عايزين النقطة دي ننجح فيها يبقى نرجع لورا شوية ونختار صحة نختار الكاريزمات المحلم قادر على حل المشكلات الكاريزمات يعني هنا رفع شعار السنة دي الابتسامة الدائمة في وجه المتعلم مهما كنت انت انسى همومك برا انت معلم ومجرد دخولك المدرسة انسى همومك برا انت معلم يعني ممكن في اي وقت تمسح عنف طفلة في وقت تربط جزم الطفلة لما اخذة انت معلم معنى ذلك مربي مربي اللي هو يحتضن اولاده وينتظرهم ويطبطب عليهم هتلاقي الابن بقى اعرب للمعلم من الاب هنا هيرتبط الطالب بالمدرسة بتاعته ارتباط وطيد ودي اللي بيعاني منها ناس كتير جدا بيودوا الولاد لمدرسة وهم مقرهين بيصحوهم وهم الولاد بيقصحين بس عامليم نايمين احيانا المعلم اللي مكره للمدرسته الطالب اللي مكره للمدرسته نتيجة عاملين الاسرة والمعلم والصابر اكبر عالمعلم لان على المعلم انا اتواصل مع الأسرة اذا ما اكتب معلم ناجح في السلبيات والاجابيات وكافة الظروف خلاص لما انت عامل نفسي إجتماعي وعلى الأسرة أنت حافظ على ظروف المتعلم وبلاش صهاره كتير بلاش أخذ وروح أفسحه أخذ وروح الفرح الفلاني تعالي لا يبقى هنا الطرفين مشتركين بس إذا توفرت البيئة تأسيم الوقت كمان بالضبط تأسيم الوقت وإذا توفرت البيئة المدرسية أو البيئة التعليمية توفير كامل لدى المتعلم ومعلم كفق وبيئة تعليمية جاذبة أنا أعتقد الطفل هيرغب يروح المدرسة في المقابل بقى يعني خلينا برضو نكون برضو من الحياة بمكان زي ما بنقول لا بد من توقير المعلم ولا بد من احترام المعلم وهو واجب ونحن يعني ندين إلى الله بهذا ودائما طريق الثالث يعني ما يروج لهذا الأمر بنلاقي بعض المعلمين دأبوا وهموا الشاغل الدروس الخصية وممكن في هذا العام في بعض المدارس من أول حصة ومن أول يوم الاتفاق على الدروس الخصوصية وكأن الأمر أصبح الزاميا يعني أنا عوزه لك يا أستاذ خاني بعد إدنك أو هاني بيك أنت عوزنا نتكلم صح ولا أنه جادل لأ أحيان مدارس دا عنده أولاد والمدارس عوز يلمس أنت أنا أنا في البرنامج المحترم دا بسم الله ما شاء الله مش هحسنك مسكي القشب لابس هل المعلم مش ياجي بيكون لابس أنت عشان بتشاهد المجتمع بيشاهدك بيشوفك أنا معلم الطلبة بتشوفني أنا عندي أربعين مراية بيقولوا الصورة دي لبيوتهم أنا عاوز ألبس عاوز أكل عاوز أعيش عاوز علي جبني عايز 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 أنا عاوز دخل أنا عاوز دخل رجعنا إلى نقطة البدار لكن الحالة الصادية بتفرض علينا حاجات كتير أننا نستحمل وربنا يوفق القائد المحترم الرئيس عبد فتاح سيسي بيبني للمستقبل بيبني أولادنا والأحفادنا لكن أنا بنتظر اليوم المعلم ياخد حقه المادي والأدبي وهي دي ممكن تكون نقطة البداية بقى بالظبط هو مضوع درس خصية احتاج برضو طبعا يعني وعلى فكرة شارك صحيح بقى برضو يعني بقى النهاردة كل يجدع على المجتمع بس مع تغيير أنظمة التعليم محطش هيجدع على المجموع ولا يبصره وهذا ما يهدف إليه الدكتور طريق شاوي أو فكرة التابلت اللي هتغني البعض عن والأوبنبوكو لا موضوع كبير التابلت ده موضوع كبير فشت فيه أمم كتيرة لكن أنا شايف في نهاية التجربة العام الماضي برأت تنجح الحمد لله وهتأتي بصمرها هتأتي بصمرها لكن أعداء النجاح كتير بيحاربوها على أي أساس أنت يا كأب أو يا محامي بترفع عضية ضد التابلت ده مجرد الولد يتعامل مع التابلت هيتعامل مع منك المعرفة هيتعامل مع معرفة وثقافة هي الفكرة دي وكلمنا احنا عنها برضو في طريق التالت هي فكرة تكافؤ الفرصة بمعنى أن وقد يكون في كل التجربة طبعا في البداية بيكون لها بعض السلبيات ولكن الأهم عليك إن أنا بمتحن تابلت وفيه غيري بمتحن ورائي هنا حتة تكافؤ الفرصة التجربة صعبة في بدايتها في بدايتها ولكن أنا متأكد وأنا لأه جامل أنا متأكد إن فيه شغل التير الأيام دي وتأسيس اللي بني تحتية قوية لهذا المشروع اللي هو التابلت أنا أعتقد هنتقل مرحلة كبيرة قوي قوي اللي هو عمل قادر وبعدين مش عارف أنا المجتمع ليه من استعمل الله ابنك نجح في قول السنوية لا مرز ما هيقدر مرض في قول السنوية هيقدر في تالت سنوية إن شاء الله أنا عايز حصيلة علمية يا دكتور الحصيلة علمية بيحصل عليها بالتابلت نعم عايز حصيلة علمية بيحصل عليها من خلال اختبارات التابلت وخلاف وخلاف من أقولك أنت عايز تقول أن التابلت أو فكرة التطوير والتكنولوجي والكلام ده وإحنا طبعا بالتأكيد مفيش عائل ضدها هي مش هتديني حصيلة قد ما هتديني وسيلة بمعنى أن أنا مش لازم أحفظ بالطريقة التقليدية أنت تربوي لا أنا تعلمت منك اللي عشر حضرتك لازم يتعلم منك أنا عايز أوصل أن أنا أجيب المعلومة وليس أن أنا أحفظ المعلومة عايز تقول لي يعني أن أنا قريب من الفهم شوية كتير مش شوية لا كتير لأن طلب الوقت بدأ يبحث أيوة ما يعتمدش بس على الكتاب بتاع الوزارة لا بدأ يبحث وبدأ يفكر وبدأ يفكر تفكير بموجبه يؤدي كيفية الامتحان إزاي بقى يبحث ويعالج الأمور ويبحث عن مصادر التعارفة كتير وبدأ يوصل النهاردة لبنك المعرفة المصري أو بالزبط كده البنك الأهل المصري أنت عايز تقول لا 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 أنت حولت البنك المعرفة إلى ثروة ثروة عايز تقول بنك المعرفة المصري إلى بنك بنك الأهل المصري بنك مصري يعني وبنك الدولة في النهاية بالزبط عايز تقول أن أنا حولت المعلومة إلى الثروة سروج البنك ده طبعاً فعلاً المعلومة فروج طبعاً ده حقيقي أن المعلومة هي طبعاً بدون شك وعلى فكرة يعني أنا احنا بنعمل يمكن من ضمن تجربة مبارح أنا بقدم أوراق عمل أوراق العمل يعني إيه بعد إذنك أنا باجي المعلم من غير الأوراق عمل بتاعتنا المعلم الناجح بيعدي عدد أولاد الفصل بتاعه أو المجموعات الأوراق عمل ويوزعها على الطلاب عشان يعملوا نشاط مع بعض فيه ويجمعوا تاني بالضبط أنا أجمعك لكله في دفتر مع المعلم مع المتعلم دفتر معاه النهاردة عندنا أوراق العام بتاعتنا جاهزة بدأ ما أعمل ورقة وأروح أصورها 30 نسخة أو 40 نسخة أو 50 نسخة أو 100 نسخة للطلاب اللي بالفصل إحنا جمعنا ده في ورقة هتيجي تقول لي مصادرك إفتأ في تجميع الأنشطريات كانت البنك المعرفة بنك المعرفة أنت من الناس المؤمنة قوي ببنك المعرفة والناس اللي بتحبه قوي ببنك المعرفة كان أكبر مصدر من مصادر حصومة على المعلومات هي بنك المعرفة المصري طيب أنا أطلقت عليه مع مدرسيني قدارة مدرسي بنك الزهبي البنك الزهبي البنك الزهبي ويحتاج مننا إلى سلسلة حلقات في الحديث عن تطوير منظومة التعليم بقى بشكل عام نهاردة تكلمنا عن تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشغل الوظائف التعليمية كل ده هدف منه إيه إزاي يطور أداء المعلم ليصبح هجازة في الفصل زي ما شفنا المشهد اللي احنا شفناه جازب والنموذج اللي احنا شفناه جازب إنه يبقى جازب للطالب ويبقى فيه تفاعل مع الطالب والطالب يحب مدرسته ويرتبط بيها وهذا ما نأمله وهذا ما ننشده لا إن شاء الله إن شاء الله يا حسن إن شاء الله إن شغل الدكتور الحياة دكتور محمد عمر شغال جميد جدا وعلى فكرة كان له دور كبير مش هو يعني المكان اللي هي الأكاديمية الأكاديمية كان لها دور في تدريب المدرسين عنده برضه والإدارة العامة للتطوير فعلا بدأت خطة جديدة كله شغال ونتمنى يعني نتمنى هذا العام بالفعل إن احنا نتلافى أخطاء سابقة وأن يكون يعني هناك المزيد من التطوير هذا ما ننشده هذا ما نتمنى نتوقف عند هذا الحد وننتقى في حلقات أخرى بشكرك دكتور ماندو الحسيني وكيل لجنة التعليم السابق لمجلس النواب والخبير الترباوي والتعليمي الله يخبرني في تلعليك شكرا جزيلا دكتور ماندو نورتنا في الطريق التالي العفو فاند كل سلام الطيبين وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة يتجدد بكم اللقاء والحلقة القادمة والطريق التالي مثل هذا الموعد تقبل وتحياتي وتحيات طريق العمل هذا هاني الدباني وحييكم إلى اللقاء